هذه الأجواء وعلى الطليعة وخاصة كنا نتضامن معهم وبالخصوص في قضية حرب الفيتنام هذا وجه آخر ووجه آخر من منطلقاتنا أن الجيل الأول بعد الاستقلال يعني 56 الجيل الأول الذي تخرج من مدرسة الاستقلال مدرسة الجديدة بعد الاستقلال ثم أنا شخصيا شاركت مثل ما شام العديد بكل تقريبا ما يتون أنه مسمي كل الأسماء فهمت معظمهم باستثناء التوفيق ربما كان في الفرقة الإذاعة في ذلك الوقت ما بقية بمعظمهم حتى التوفيق كانت له توفيق جبال كانت له علاقة وصيلة متينة بالمسرحة المدرسة فأنا شخصيا سنة 66 بالضبط في تلك السنة قدمت خرشت وعربت مسرحية برشت بناتق الأم كرر بنتقيادة أو بناتق الأم كرر وأحرزنا الجائزة الأولى بعنوان مدرس الترشيح الأساتد المساعدين أحرزنا الجائزة الأولى وكانت هذه الجائزة مثل ما كانت بالنسبة لمدارس أخرى هي السفر إلى مهرجان أفينيون أكبر مهرجان في العالم تعودنا على طول هذا الكلام ففي أفينيون أكبر مهرجان بسرحي كانت الصدمة بالنسبة إلينا كانت فعلا صدمة هناك التقينا بجون فيلار وتحاورنا معه وتناقشنا معه وتلقينا مع أمال جورجو ميلسون خليفة جون فيلار وتلقينا مع روجي بلانشون يعني من تياتر دولا سيتين والتقين مع موريس بيجار والتقين يعني كانت سنة سنة ستة وستين سنة يعني حافلة بمثل هذه اللقاءات والأحداث فكانت في الحقيقة رجعنا إلى تونس أو كما سافل على طريق على ظهر على ظهر الباخرة فيل دوكيروان أو فيل دالجين لا أذكر أيهما كانت في الذهاب وأيهما كانت في الأيام وكنا ننتقل وننظر إلى أنفسنا ونتساءل يعني إثر هذه الصدمة عن أوضاع المسرح في تونس عن أوضاع المسرح وعن كيفية إصلاح هذه الأوضاع أقول إصلاح أنا مهم عن كيفية الفعل الفعل الجديد للتغيير فكنا هكذا ووصلنا ذلك في المقهى مقهى قلت لي أناس روسيلي هو بجنب الأفريكا باللطف فتناقشنا طويلاً شوفنا الأوضاع من تقيمات ووصف تقيم وصفي لما هو موجود ما هو موجود ما اسميناه كان المسرح الشعبي هو التاكل في ذلك الوقت وكان يتناول جمال الحلقة اللحكة وأنواع منها القبيلة فهو كان موجود في البيان موجود هالأسماء هذه العلوين أو أمامنا أمامنا شيء آخر أمامنا حتى المسرح الفرنسي اللي كان عروض كانت هو مسرح المولفار وماذا أمامنا أيضاً أمامنا مسرح إنسان أحبه جيداً ويدعو إلى مسرح النسيان نتهات الدولوبلي قام مثل حسن الزمري لكن هذا هو الواقع كان يدعو كنا نختلف معه فيه ثم كان هناك أيضاً مسرح ممكن أن نعتبره ويستحق أن نعتبره مسرح حديث معاصر هو مسرح علي بن عياد لكن خطوة كبيرة نحو مسرح الجديد في تورس لكن لكن كنا ننتقده ونختلفه معه في أن هذا المسرح فيه مجومية أكثر من اللازم أكثر من اللازم وأن وأن الجبهور الذي كان له جبهور ومهم بعد الاستقلال كانت التبق المرزوزية الأولى التي كانت تقلد ما كان يجري في العهد الاستعمالي بأن كانوا يحضروا بالبابيو إلى المسرح البلدي عملا بتقليد مصرحيا استعمالي قديم ولكن ممكن أن في هذه الناحية الناحية الإيجابية من العياد أنه وجد جمهورة ونجح في ذلك ولكن نحن نختلف وكانت لنا بعض اختلفنا ووصلنا إلى حد يعني من حمش أقول هذا إن شاء الله أكتب عنه لأن مهركة كبيرة بيننا وفي الأخر أنا صلحت مع علي بن عياد نظرا لقيمته ثم هو حضر في عرض من العرض التي قدمناها أمام اللجنة فيما بعد صار من ذلك وما بعد وعجبه توجههما والتقينا وهذا عاما كبير وكبير جدا في البيان التقينا التقيت به أول مرة بصيفة مطولة في مهرجان مصرح المغرب العربي هذا المهرجان لعب دور كبيرا مهرجان مصرح المغرب العربي وهذا من جاء وكان في المهرجان هناك تأثيرات أخرى تأثرنا بها كان مصطفى مصطفى كاتب في المصرح الجزائري مدير المصرح الوطني الجزائري وكان يقدم براشت وكان يقدم وكان يقول نحن نقد مصرحنا من جماليات نحن نقد جمالياتنا من ضروريات المرحلة هذا مهم جدا مهم جدا ثم أيضا كان الطيب الصديقي كان أضوا بارزا في هذا الكل أضف إلى ذلك كان جامري سيررو في مرحلة لاحقة إلى خيري موجود في تونس واستفدنا لكثير كما كان لابد أن أذكره لأنه هو أول من قدم براشت في تونس هو عبد المطالب الزعزاء هذه معناها بعض الأجواء لا 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 عبد المطالب لا لا عبد المطالب في فرق المتين من تونس عبد المطالب كان كباليسول كان فرق عن طلب المشتات فهذه يعني بعض الأجواء ثم أهم عنصر في كل هذا هي الصدمة ثم المسرح المدرسي ثم تلاقحنا مع ما يجري في العالم وعندي كتابة فيها أن أيام ماي ماي حتى قبل بدأت من ماي ماي بدأت من لا لا ما خلينا هذا كان بعد انتطورت من الأفكار الجديدة في العالم بدأت بداية الستينات بداية ويعني لم نكن متأثيرين فيها كما كانوا يقولون لنا هذا شيء مستورت أن يرى الإنسان أمام مشاكله في مجتمعه هذه أهم فكرة أتت في الباية ثم أن طبعا حاولي هذه الفكرة نقط لماذا سبق؟ لمسرح النص الكوني ولو أن لم يكن هناك إشارة مباشرة ومنتقدة لعلي بن عياد والمسرح البلدية لقابد الكو لكن نفهم من السياق أن كفى شاكسبير كفى روبير مارل كفى كذا ولن لنركز على واقعنا والواقعنا خاصة الاجتماعي طبعا كان مواقعون داوي أو مشارب مختلفة كان من له قرب يعني إديولوجي حتى سياسي واضح وهناك من كان يبحث عن حقيقته وحقيقت ما يحوم وحارب وفينا الذي كانت له هموم شعرية وفنية إلى ذلك ولكن المهم اجتمعنا على شيء هو أن المسرح لا بد أن يعود أو أن نشحن المسرح بأفكار جديدة وأن نشحنه خاصة بأهدف جديدة حتى يمكن الوصول إلى أكثر عدد ممكن من المنتفعين به وهذه فكرة كذلك قوية من الأفكار التي أتت في البلدية فقلنا طبعا تحدثنا حتى على تجربة TNP جون فيلا وجور فولسون ودينا تيارة الناسيونال الجيريان وحيث كانت البحود في ذلك الوقت تتجه نحو أن يخرج المسرح من القاعات وأن يذهب بها وأن يحمله إلا أن ننتفعنا به في أي حيث أو في أي مكان سبعا كان ذلك في السجن أو كان في مدرسة أو كان في معمل إلى غداء كان الأفكار الجميلة هذه في كلها كانت موجودا وما يدفعني إلى أن أقول أو أن أعتقد أن البيانة أتى أكلة ولست ولا يخمرني أي أسم في ذلك هو أنه كان ظاهرة صحية وأن أدبت في موعدها لتتغير الأمور وقد نشأ عنها في رأيه كل ما اعتمل داخل هذه الساحة المسرحية من أفكار جديدة وتوجهات سواء كانت مستبغة بمهم سياسي أو بغيره فقد نشأ عنها زخمة وثراء كبير منها مثلا المسرح لم نتحدث كثيرا عن النسب السويسي الله يرحمه نسب السويسي كان من ظلم الموقعين وقد كان له فيما بعد أثر كبير في المسرح الجابع كما هو معلوم وكذلك من بعده أو في أثره يعني فضل جعيبي وتوفيق جبالي في التجربة القفصة إلى غير ذلك فكانت هي حلقات مترابطة ولم يكن هناك قطعة في أي وقت ما في هذه الحلقات وفي تسلسل الأحداث فإذن هذه الأشياء كذلك إيجابية جدا في هذا الموضوع